باقي في إقامتي أقل من 20 يوم بلا عليك إيش الحلم والله غريمك وزير الصحة ونايب وزير الصحة والمسؤولين عن الصحة في اليمن ما هم راضين وزعوا اللقاحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحد الشباب يرسلني يقول لي يا أبو فارس باقي في إقامتي أقل من 20 يوم بلا عليك إيش الحلم تدروني وش قلت له قلت والله غريمك وزير الصحة ونايب وزير الصحة والمسؤولين عن الصحة في اليمن ما هم راضين وزعوا اللقاحات ولا هم راضين يعني يعطونا أي خبر عن هذه اللقاحات ولا متى يوزعوها ولا متى يلقحوا للناس ولا شيء إيش نسوي بالله عليك يعني إقامات كثير من الشباب بتنتهي العودة كثير من الشباب يوميا حسب الإعصائية يوميا تنتهي ألف عودة وأسبوعيا تنتهي ألف إقامة على أكثر الشباب بالله عليكم اللي تنتهي عليه العودة وما هو راضي كفيره يمدد له إيش يسوي مشكلة والله اللي تنتهي عليه الإقامة والكفير ما هو متجاوب يجدد له إيش بيسوي هذا بالله عليكم وفي ذمة من ومن هم المسؤولين عن أمثال هؤلاء المساكين والضعفاء من المواطنين اليمنيين الحل الوحيد والأمثل والأخرج والأفضل للجميع أنه توزع اللقاحات بأسرع وقت وتلقح الشباب وترجع إلى المملكة ما في إلا هذا الحل بالله عليكم لقاحاتكم داخل مستودعاتكم مقفلين عليها إيش الفائدة إيش الفائدة إيش مستفيدين نحن والمواطنين اليمنيين من اللقاحات المتواجدة في المخازن ما أحد مستفيد والله ما أحد مستفيد طلعوها وخلوا الناس تلقح وتروح لها على المملكة وهي في أمان وسلام أما كبار السن والمراكبين الصحيين والمساجين والمدرسين يا وزير الصحة ما في أحد محتاج لهذه اللقاحات ولا يمكن أحد يلقح ولا أحد معول عليها ما يبغى هذه اللقاحات إلا المغتربين لا تحاولوا تبرروا ولا تضحكوا على هبوسكم ولا تضحكوا علينا اللقاحات في أي مكان ما يحتاجها إلا المغترب علشان شروط المملكة وعلشان ينجع للسعودية أما غير هذا الكلام فأنا أعتقد والله أعلم أنه غير صحيح ولن يلقح أحد مواطن في اليمن بكثر ما تطلع من إشاعات على هذه اللقاحات وأضرارها وإلى ما ذلك إذن علشان ما تنتهي قامات الناس وعلشان ما تنتهي العودة على كثير من المغتربين اليمنين عجلوا باللقاحات يا وزارة الصحة عجلوا باللقاحات وخلوا الناس تلقح وترجع وهي في أمان وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته